اليوم في عنا شكل جديد ممكن نحطه على موبايلاتنا ولكن الشكل اللي انت شايفه امامك الايقونات هذي اللي انت شايفه امامك والشكل اللي انت شايفه امامك بالامس تم اصداره على القناة وتنزيل له فيديو حطه لك الفيديو في العلامة البيضاء او صورة الفيديو علشان اذا عايز تتفرج عليه اليوم في عنا حاجة جديدة احنا الان هنحطه على موبايلاتنا ولكن لازم انت تركز معي لمد بس دقيقة علشان تعرف توجد او تنزل هذا الشكل على جهازك حط لايك معلم وخلينا نشوف التفاصيل ورجعنا لكم من جديد صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد مركز التحكم الجديد نقدر لهذا المركز التحكم نحطه على موبيلاتنا لونه الأحمر يعني شغال فعال يعني الكشاف لما تفعله بصير لونه هايو أنا بشر على جهاز البوكو أفور هايو فعال وشغال أيضا ممكن نستخدم الأزرار أو وضع الأزرار الجديدة قبل هيك استخدمناها بس ولكن كان بلون تاني اليوم ممكن نستخدم هذا الوضع على أجهزتنا وانتوا عارفين أنه أنا بقدر في المكان هذا أحطي يعني الجهاز صامت لمدة ساعة لمدة ساعتين لعن ثمان ساعات وأنا بفضل نتحط دايما الحركة هذا علشان ممكن نطيع منك الجهاز ما تعرف شو مكانه بعدك بيفتح الحال وهنا وضع عدم الإزعاج نفس الشي لعن ثمان ساعات ودائما لما تنام مثلا ساعة ساعتين بتحط عقد أنه أنت لما تنام وتصحى تلاقي لحاله واشتغل أو بتدخل للصلاة تعمله لنصف ساعة زي هيك وبيشتغل بعدها الحال عشان أن مرات الواحد بينسى الوضع الصامت كيف نحط هذا على موبايلاتنا خلي نيجي نمسك موبايل تاني ونشوف كيف نيجي ننزل هذا الثيم اسمه نيسين تارا نيسين تارا شايفينه نيسين تارا هذا من نزله وبعد ما نزله ما تثبته هنطلع هنطلع ونيجي على المكان هذا ونيجي على ثيمات مخصصة ونيجي على شريط الحالة ونختار نيسين تارا ونعمله تعيين وبعد ما تعمله تعيين بتعمل إعادة تشغيل الجهاز وهي إعادة تشغيل وهي أصبح لدينا مركز تحكم والأزرار رفع وخفض الصوت والأمور هذه كلها وهذا ما كان لدينا نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشتركوا في القناة